بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا المحاضرة السابقة المحاضرة الأولى كانت طويلة شوية هي ولأنه كانت بداية الموضوع اللي هو تقريب المشتقات أخذنا عدة صيغ أثبتناها ووجدناها واشتقيناها من خلال تيلر بولونوميال حول النقطة المراد تقريب المشتقة عندها واستنتجنا مجموعة الصيغ حسب النقاط المعطاة وطبقناها على مجموعة من الأمثلة كاقتران لغاريتم أو لن واقتران مثلثي وهكذا واخذنا فكرة عن طريقة إيجاد المشتقات العليا للمشتقة الثانية رح نستكمل الآن السكشن الثاني من هذا الموضوع والفكرة السابقة كانت أنه إذا كنت تعمل تيلر إكسبانشن حول النقطة المطلوب منك وتعوض النقاط اللي عندك لأن في الأمثلة السابقة كلها كانت عندنا ثلاث نقاط وبالتالي كنا نعوض النقطتين معطيات عندي في المسألة في عندي معادلتين كنا نحلهم بالحذف كانت العملية بسيطة لو زادت عدد النقاط لثلاث أو أربع نقاط رح صرت تتعامل منك مع ثلاث معادلات أو أربع معادلات فبتصير عملية حلها طويلة نوعا ما وممكن يحدث فيها أخطاء ففي فكرة في سكشن أربعة اللي هي رشارتون إكستربوليشن بتوفر علينا عملية تعويض جميع النقاط المعطال اللي عندنا وعملية حل هاي المعادلات بتختصر هون رح نستخدم صيغ ذات درجة دقة ضعيفة في سنتاج صيغ ذات درجة دقة عالية رح تعطينا دقة عالية الفكرة هون هي أن أدي حاول أخفض الجهد المبذول في عملية حل المعادلات الناتجة لم يكون عندي عدد نقاط كبير عندي فورميلة درجة دقتها ضعيفة ورح أولد أو أكون درجة دقتها أعلى بس في قيود على انه مش أي نقاط مسموح تستخدمها يعني من خلال المثال الأول بشرح لك الفكرة بحكي لي طلع صيغة لأف برايم عندي إكس نوت زي اللي كنا نعملنا في المحاضرة السابقة لاحظ هون معطيني إكس نوت وإكس نوت زاد أتش وإكس نوت ناقص أتش وإكس نوت زاد أتش 2 أتش وإكس نوت ناقص 2 أتش فعندي هون خمس نقاط خمس نقاط إذن أنا بدأ كون كثير حدود من الدرجة الرابعة وبالتالي أعوض الأربع نقاط اللي عندي هذول النقطتين وهذول النقطتين رح يطل عندي أربع معادلات أربع معادلات بدي أحاول أحلهم بالحذف بحيث أن يتخلص من جميع المشتقات اللي عندي مع هذا فالعملية طويلة نوعا ما والخطأ وارد فيها في عملية تجميع الحدود إنما يمكن إجراها لكن هذا الريشاردسون بيوفر علي بيخفض هذا الجهد اللي ممكن أبذله مجموعة النقاط اللي معطاها عندك هنا هي اللي النقاط اللي ممكن تنطبق عليها هاي الفكرة يعني عندك نقطة إكس نوت ونقطتين بعديها ونقطتين قبليها ما بصير نعمل قفزات مش متساوي لاحظ فيه تماثل في النقاط اللي عندك حوالين النقطة إكس نوت هذا الشرط اللي على النقاط ما تكونش نقاط عشوائي يعني مثلا إكس نوت إكس نوت زائد اثنين أتش ونقص اثنين أتش وإكس نوت زائد خمسة أتش ونقص نقص خمسة أتش بمعنى أنه فيه رتم أو ثبوت فيه أو تماثل فيه النقاط حوالين النقطة المطلوب بإيجاد الفورميلة حواليها ففي هذا المثال في عندي خمس نقاط إذا بدي أكون إكسبانشن لتلبلون من الدرجة الرابعة حوال النقطة إكس نوت هاي كونت أو أوجدتها لأن الفكرة هون إنه بعوض هذول النقطتين إكس نوت زائد أتش وإكس نوت ناقص أتش اللي حوالين النقطة المطلوبة وهذول ما بعوضهم حاليا هذول راح أستنتجهم السنتاج لأن نقوم بتعويض النقطتين إكس نوت ناقص أتش وإكس نوت زائد أتش هذول ونكون معادلتين هاي معادلة من هاي معادلة بجد من خلالها صيغة لأف برايم عند إكس نوت عن طريق حذف أحد المشتقات يعني راح تظهر معاك هنا في المشتقة الثانية والمشتقة الثالثة والرابعة من هذول المعادلتين بحاول أحذف مجموعة من المشتقات وبطلع صيغة راح تحوي لك مشتقة الأولى وأحد المشتقات اللي موجودة عندك هنا فالآن الفكرة في هذي الموضوع هو إنك تستبدل في المعادلة الناتجة كل أتش تستبدلها بثنين أتش لاحظ لما أنت استخدمت إكس نوت ناقص أتش لما تحط مكان أتش ثنين أتش بتطلع معاك إكس نوت ناقص ثنين أتش اللي هي هاي النقطة وهون ما كان أتش ثنين أتش بصير إكس نوت زائد ثنين أتش اللي هي هاي النقطة فكأنك أنت استخدمت هذول النقاط لكن مش من خلال التعويض المباشر التعويض المباشر هيعطيك كمان معادلتين زيادة لك تحاول تحلهم بالحذف وتكون العملية أطول فعملية سبدال أتش بثنين أتش كأنه ممكن عوضنا هذول النقطتين إكس نوت ناقص ثنين أتش وإكس نوت زائد ثنين أتش الآن بقوم بحذف المشتقات أو المشتقة المتبقية وبحصل على صيغة محسنة لأف برايم عند إكس نوت فلاحظوا أنه بهاي الفكرة تجنبنا تكوين أربع معادلات ومحاولة حلها معا حتى من أجل الحصول على صيغة للمشتقة الأولى بعد حذف بقية المشتقات من هاي المعادلات فالآن تفقنا هيعملنا تيلر إكسبانشل من الدرجة الرابعة حاولين إكس نوت بعوض مكان إكس إكس نوت زائد أتش ومكان إكس إكس نوت ناقص أتش هذول النقطتين أعطتني هاي الصيغة وهاي الصيغة الفكرة مش جديدة عندك هون مكان إكس إكس نوت زائد أتش في هذا القوس رح يصفي معاك أتش ومكان إكس إكس نوت ناقص أتش هذا القوس رح يصفي معاك ناقص أتش فهون رح تعطيك هون أتش أتش تربيع أتش تكعيب أتش قوة أربع أتش قوة خمسة وعند النقطة الثانية تعطيك ناقص أتش هون ناقص H تربيع بصير H تربيع ناقص H تكعيب موجب H قوة 4 ناقص H قوة 5 فهي وكتبناهم لأنك تحاول تحل هذول المعادلتين وتحاول تخلص من أكبر قدر ممكن من المشتقات مع عدل مطلوبة يعني مثلا هاي لو جمعت مباشرة ما بستفيد لأنه اختفت معي F' اللي بدي إياها لكن لما أطرح لاحظ لما تطرح هاي من هاي هاي راح تروح المشتقة الثانية وأيضا المشتقة الرابعة راح تروح معاك فهاي ميزة النقاط إنها تكون في إلها رتم أو متماثلة في مجموعة من Terms أو الحدود راح يختفوا معاك من عملية الجمع أو الطرح فلان لما طرحت المعادل الأولى ناقص المعادل الثاني أعطتني صفت معاي بهذا الشكل ممكنك تتأكد من تجميع الحدود بشكل مباشر تماما لاحظ هنا صفت معاك هاي الـ F' اللي بدنيها ظل عندك المشتقة الثالثة عند X هاينا نحاول نخلص منها عملية إني أخلص منها بالطريقة التقليدية السابقة إني أكمل عملية التعويض ظل عندي نقطتين وأعوضهم اللي همه X نوت زاد H 2H و X نوت ناقص 2H بس الفكرة هون زي ما حكينا إنه ما بدنا نعوض ونحاول نحل من جديد هاي الصيغة اللي طلعت معاي استبدل كل H بـ 2H هاي اللي صفت معاك من حل هذول المعادلتين معا بالحذف استبدل كل H هاي H هاي H هاي H هاي H كل H حط مكانها 2H وفك هاي بصير 2H X نوت ناقص 2H هاي 2H مضروب بصير 4H هاي 2H تكعيب بصير 8H تكعيب هاي 2H قوة 5 بصير 32H قوة 5 وكلهم أنا محافظ على الرمز إبساي دمجت مباشرة هنا كانت إبساي 1 وإبساي الماينس 1 مباشرة حطيتها إبساي زي ما هو متعارف عنا سابقا في المحاضرة السابقة الآن لاحظ هاي المعادلة اللي نجت من عملية الحذف المعادلتين الأصليتين وهاي المعادلة اللي نجت من استبدال كل H بناقص H أسرعي بـ 2H بحذف الآن المشتقة اللي ظلت عندي هون أو اللي زيادة اللي هي المشتقة الثالثة لاحظ هاي معامل مشتقة الثالثة H تكعيب على ثلاث بينما هاي 8H تكعيب على ثلاث فمثلا لو ضربت هاي المعادلة بـ 8 ناقص هاي المعادلة راح تختفي معاك المشتقة الثالثة يعني قضية حذف عملية حل معادلتين بالحذف الحد اللي بدنا نحذفه هو F triple prime مشتقة الثالثة هاي ضربت المعادلة الثالثة بـ 8 وطرحت من المعادلة رقم 4 من هذا الناتج وعملية التجميع هاي لما تضربها في 8 بتصير 16 16 ناقص 4 اللي هي F prime عند X نوت تساوي هاي الصيغة لان الجهد اللي بدلنا هون كثير اقل من الجهد لو انه كتبنا اربع معادلات ونحاول نحلهم وبالحذف بحيث انه نحصل على F prime عند X نوت وبإمكانك تجرب هذا الاشي هاي الصيغة النهائية وهذا error term فبالتالي كتقريب هي هاي الصيغة F prime عند X نوت تقريبا تساوي هذا الحد لحال والbound of error term هو هذا الحد اللي بنقدر نعمل bound إلو زي ما حكينا في المحاضرة السابقة نشوف maximum أو الباوند لها ضمن الفترة لان الفترة اللي عندنا صارت بين X نوت إلى ناقص 2H إلى X نوت زي 2H من أصغر النقطة إلى أكبر نقطة هو بصفي معاك bound of error H قوة 4 على 30 في الباوند تبع المشتقة الخامسة مثال تطبيقية اخذت نفس المثال السابق اللي في المحاضرة الماضي X في E قوة X نفس H ونفس المطلوب مجرد بس حتى نقارن بينه الناتج اللي رح نوجود الآن باستخدام هاي الفورمر رح يكون كثير أفضل من النتائج اللي حصلنا عليها في نفس المثال في المحاضرة السابقة أيضا حكي لي قرب F' عند الاثنين بهاي الفورمر إذن X نوت هي 2 وهي الـ H موجود عندك فعندك أربع نقاط X نوت زاد H X نوت ناقص H X نوت زاد 2H و X نوت ناقص 2H هاينا حسبتهم H.1 فمن الاثنين نقطتين على اليمين ونقطتين على اليسار 2 اللي بعدها 2 و 1 بالعشرة 2 و 2 بالعشرة أيهم واللي قبل الاثنين 1 و 9 بالعشرة واللي قبلها 1 و 8 بالعشرة أيهم لان بدي قيم الاقتران عند هاي النقاط فحسبتين لحال هون F عند الاثنين و 1 بالعشرة الـ 1 و 9 بالعشرة 2 و 2 بالعشرة و 1 و 8 بالعشرة عوض في هذا الاقتران هاي هن القيم قدامك ومباشرة تعويض مباشر عندك الـ H وهذول القيم حسبناهم هاي كتبت لك هون والناتج النهائي هيك صفة الان اللي تجد الـ Absolute أو Relative Error بدك تطلع الـ Exact ففعليا اشتقيت الاقتران وعوضت في مكان X الاثنين المطلوبة مني في المسألة هاي القيمة الـ Exact وهاي القيمة التقريبية قريبات جدا من بعض والـ Absolute Error في هاي الحالة لاحظ 1.4 في 10 قوة ناقص 4 ارجع للمثال السابق راح تلاقي انه هذا كثير أصغر هذا أفضل وايضا الـ Relative Error هون كثير أفضل وايضا الـ Bound of Error راح يكون هنا أحسن اذا رجعت للنتائج اللي حصلنا عليها سابقا في المحاضرة السابقة لنفس المثال راح تجد انه النتائج هون أفضل بكثير ومقدار الخطأ هنا أقل بكثير يعني حصلنا على دقة أفضل لعملية تقريب المشتقة عند نقطة وعند عدد الـ Bound of Error العادة راح نجد المشتقة الخامسة هاي المشتقة الخامسة وهي دائما متزايدة شرحناها سابقا بالتالي راح يكون أكبر قيم إلها عن نهاية الفترة والفترة اللي أنا شغال فيها هي بين الـ 1.8 إلى 2.2 فأكبر قيم راح تكون عن نهاية الفترة اللي هي 2.2 بالعشرة هذا الباوند للمشتقة الخامسة وبالتالي الباوند للـ Error بهاي الصورة H11 قوة أربعة على ثلاثين في هذا الباوند لاحظ برضو ارجع للمثال نفسه في المحاضرة السابقة راح تلاقي هذا الباوند أفضل بكثير من الباوند اللي حصلنا عليه سابقا لأنه عملنا عملية تحسين للصيغة وأوجدنا فورميلة بجهد أقل من الجهد المعتاد exercise لكو برضو نفس الصيغة هاي حكي لك استخدمها حتى تقرب F' عند الـ 1.2 هذول كلهم أمثلة أخذناهم في المحاضرة السابقة نفس الأرقام بس أكيد مش نفس الحسابات المطلوبة هون لكن راح تلاحظوا نتائج هون أفضل من النتائج اللي حصلنا عليها سابقا في المحاضرة السابقة هذول يمكن مثالين أنتو كان مطلوب هذا مثال مطلوب أنتو تحله أتصور أنه هاي الأمثلة أو السؤالين هذول المحلولات في المحاضرة السابقة exercise آخر عندكو اللي هو بدي تشتق صيغة لـ F' عند X' باستخدام هذول النقاط X' زاد نص أش و X' ناقص نص أش و X' زاد أش و X' ناقص أش يعني كأنه عندك X' ناوت وبعدين على يمينها X' زاد نص أش و X' زاد أش وعلى يسارها نفس النقاط لاحظ في تماثل في النقاط حوالين X' زي ما حكينا مش أي نقاط مسموح توقفها الآن الفكرة اللي هون زي اللي عملناها سابقا أولا عندك خمس نقاط إذن بدك تيلر بلونون من الدرجة الرابعة حول X' ناوت أكتب الصيغة تبع تيلر عوض مكان AX X' زاد أش و X' ناقص أش و أخلص من أكبر قدر ممكن من المشتقات لما تيجي تجمع المعادلتين معا رح يروح معاك أو تطرح المعادلتين معا رح يروح معاك مشتقتين فرح تظل واحدة من المشتقات اللي بتعمله بعد هيك في الناتج استبدل كل أش بإيش بنص أش استبدال كل أش بنص أش و رح يطلع معاك صيغة تحل هذول الصيغتين اللي نتجوا معاك بالحذف وتخلص من المشتقة اللي ظلت معاك فرح تطلع بفورميلة أو صيغة لأكس نوت أو أف برايم عند إكس نوت باستخدام هذول النقاط وبطلع معاك باوند أوف إيرو وصيغة بعد هيك الفورميلة اللي بتطلع معاك استخدمها حتى تقرب أف برايم عند الاثنين وجد الأبسوليت أورور وريريتف أورور للمثال إكس في إي قوة إكس وهاي هي الأش يعني طبق الإشي اللي بتطلع معاك مثال آخر أو سؤال آخر برضو حاولت تشتق درايفة فورميلة فور أف برايم عند إكس نوت باستخدام هذول النقاط إكس نوت إكس نوت زائد وناقص أش إكس نوت زائد وناقص ثلاث أش في رتم معين بين النقاط إكس نوت على يمينها النقطة وبعدها قفزة ثلاث أش فبرضو بنفس الأسلوب السابق اللي في هاي المحاضرة اعمل إكسبانشن لأف عند الإكس نوت من الدرجة الرابعة كونه عندك خمس نقاط عوض إكس نوت ناقص أش وإكس نوت زائد أش وحلهم معا وابقي على أف برايم عند إكس نوت رح يصفي معاك بس أف برايم مع أحد المشتقات الأخرى عملية التخلص منها من خلال استخدام النقطتين اللي بعد هيك بس بعد هيك ما بدنا نعوض تعويض اه اتفقنا الفكرة اللي هون انه نخفض حجم المعادلات أو الجهد المفذول استبدل كل أش بإيش ثلاثة أش رح تطلع معاك معادلة حلهم الآن المعادلتين صفوا معاك بالحذف وتخلص من المشتقة الزيادة اللي ظلت رح يظل فقط أف برايم عند إكس نوت تجد صيغة اللي هتخليها في طرف والبقية في طرف آخر وتستنتج الصيغة وأيضا صيغة الباوند بعد هيك هاي الفورمال اللي طلعت معاك استخدمها في إيجاد أف برايم عند الواحد ونص لهذا الاقتران وهاي الأتش يعطي كل عافية المحاضرة اليوم إن شاء الله هتكون إنها بسيطة وسهلة وأكسر كانت من المحاضرة الماضية يعطي كل عافية جميعا سلام عليكم